لساطمة حجر ابيها وملكة ومواليها وارض جزباء وما يسقيها الا دمع متمكن من مجراه يحفر اديما الخد ويدميها نكسة ثقيلة تشق قلب البهية تطل ايامها بلياليها تفرش فارس الصمت هروبا ليس من شيء من جلالة وما يليها تحل جبهته في الرمل كما النعامة ترمي ثغارها وراء نعليها فتبرئ ذمته من كل شيء من كملة شرف قطعها على نفسه فترك القبيلة بلا مضارب تحميها اخطار حاجة اولا عقيبة القبل ايه معنى العبوان عقيبة القبل هي قصيدة استفدازية وجهتها للحاكم العربي بصيغة الصلم هبل وخاطم هذا الهبل اقول له كفاكة من الزيف ومن الرياء ومن الاستغلال فهذه القصيدة هي رفض لاخفاق طورات الربيع العربي المفبرك والمزهوم والمسار من الخارج نريد طورة ليست بالسلاح نريد طورة هادئة طورة من خلال الفكر ومن خلال دور المتقف العربي الذي حان الوقت ان يخرج من صنفه وان يلحب دوره كاملا نقض سطور قليلة من هذه القصيدة ونختم بها لقائنا مع ابتان حسن هاتبكوا تتمتع بيها غنج السيدة غنج السيدة بعتبة المظالم حور عين يبدي نذينتهن ما ظهر منها ومستعف على النظر بالرضى ينتظرن مقدم النعمان قبل مولده عهدا والنا والقضى حتى يكشفن الساقى كله الى نحره حبلا من مسد ناسك مقيم الليلة وبتنوته الاخير يهرع الى مدجع العدى يسلمهم جتبه الهذير خاليا من فأسه يضرب في كل مكان لكن لا شيئا يشف غليله فيرضى بزواج مؤجل والعصمة فيه بيد السيدة تأمر بالنوم باكرا وتنهي عن سياب العيد بمجلس قردى كبيرهم عليل اصابه سقم القدس بلا سبب فزاغ عن طريق الهدى وصغيرهم جن جنونه لدى وعية البدر بالهاية الشهر فرمى فروه بماء آسن وفر بعيدا بعيدا عن عشيرة جنسه هجر البلاد تحت طائلة البطلان واحترف بكل الممكن ما قام به شعلا وما لم يقم به وما كان عليه ان يفعل حتى ترجمة نانسي قنقر